ليست جريمة واحدة إنها مجموعة من الجرائم ومجموعة من التصرفات اللي محتاجين نقف مع نفسنا وقفة فيها كمجتمع الجريمة الأصل جريمة قتل وترند في دلعايش لفترة بحكم إنه حدث جلل حاجة صعبة من الجريمة وما تابعها وقال قبض على المجرم اللي قتل الطالبة نيرا أشرف وصولا إلى المحاكمة والحكم عليه بالإعدام خلص وخلصت القضية إنها ما رجع الترند تاني للي ما يعرفش ليه رجع الترند لأنه في حد لا يمت للبشر بصلة ولا جنس المخلوقات الحية لقلب والعقل ولا دين ولا إنسانية ولا أي شيء سرب فيديو من داخل المشرحة لجثمان نيرا أشرف رحمة الله عليها طالبة المنصورة فكرة التصوير والنشر إيه ده؟ اللي اتنين أبشع من بعض زيهم زي اللي قتل فيين حرمت الميت؟ فيين عورت الفتاة؟ دي جريمة بشعة اللي حصل إنه الأسرة قدمت بلاغ وحصل تحرك ما شاء الله سريع جدا وتم إلقاء القبضة على الممرضة اللي قامت بالتصوير هل دي الجريمة الوحيدة؟ لا ليه الموضوع بقى ترند؟ جزء بسيط من الترند ليه علاقة بالتنديد بالواقع أو مش جزء بسيط جزء من الترند ليه علاقة بإنه الناس بتتكلم إزاي؟ إيه اللي اتعامل ده ونشرته ليه وبتاع؟ وفي بعض التغريدات في هذا الإطار أرجو إنه زميلي بس إيه؟ نعرضها دلوقتي لا التغريدات يا جماعة التغريدات دكتور كمال النجار أو كمال النجار بيقول اللي صور فيديو جثة نيرا أشرف في المشرحة وقام بنشره أو بنشره لا يقل إجراما عن اللي قتلها لابد من سياغة قوانين صارمة ورادعة لأي شخص ينتهك حرمة الميت إيه اللي وصلنا؟ إيه اللي وصلنا للمرحلة دي من القصوة؟ أحمد فتحي بيقول حسب الله نعم الوكيل لم يكتفوا بإزهاق روحها وسيل دمها في الشارع فقاموا بنشره فيديو لها داخل المشرحة أين وصلنا للخصة والندالة وعدم مراعاة حرمة الميت نيرا أشرف خصيماتكم أمام الله لكل من تكلم عنها بسوء لكل من اتهمها في شرفها لكل من يدافع عن قاتل وعند الله تجتمع الخصوم هشام منتاوي بيقول أو منتاوي ليه في ناس مصممة تشوه صورة حد مات خلاص؟ يعني البنت تقتلت على مرأة ومسمع من الناس كلها وشوفنا الفيديو وتأثرنا وعرفنا أن فيه قاتل لأن عدمت في قلب الرحمة ليه بقى فيه حد يصرب فيديوهات من المشرحة؟ وليه حد يصرب فيديوهات شخصية للبنت؟ هيستفيد إيه يعني؟ الله يرحمنا جميعاً أميرة بتقول الفيديو المصارب من داخل مشرح النهيرة مفجع ومرعب لازم اللي انتهك حرمة الموت يتحاسب حساب شديد ومن ناحية تانية أي حد يتعاطف مع المجرم يتقي ربنا بعد المنظر اللي في الفيديو ده مفيش أي مبرر حتى نفترض أنها خدعته وكل الهرية اللي بتقال برضو مفيش مبرر لازم يتعدم ده بعض الناس بتكلم في هذا الإطار الجزء التاني الأبشع بقى الحقيقة على تويتر قبل ما نروح لمحرك البحث جوجل إنه وانا ببص على الهاشتاج أكم من الناس اللي بيبحثوا عن الفيديو ومنهم فتيات حد معا الفيديو يا جماعة تلاقي بقى الردود ونبي يا جماعة اللي عنده الفيديو بعتلي على خاص بنات ده الشباب أكتر بينددوا داخلين بيعلقوا يعني بيكتبوا أنه هنت بتدوروا على إيه ده شيء عجيب جدا يؤكد لك ده أكتر مش بس بقى فتاة إنما هنا بتكلم بصفة عامة محرك البحث جوجل يمكن السكينشوت اللي معنا ده كان من حوالي نص ساعة قبل الحلقة على طول لما بصيت عليه مرة تانية عدى المتين ألف محرك البحث جوجل البحث فيه عن فيديونا نيرا أشرف من المشرحة مئة ألف من نص ساعة مئتين ألف أكتر لما تيجي ببص أنا أقول تيمكن الناس بتدور على الخبر عايزة تتطمن على إنه اللي ارتكب أو ارتكبت هذه الجريمة بتصوير الفيديو ونشره اتقبض عليها إنما تلاقي إنه البحث دي مصطلحات البحث اللي موجوده قدام حضراتكم فيديو المشرحة نيرا أشرف فيديو المشرحة نيرا نيرا أشرف في المشرحة فيديو الكل بيبحث عن الفيديو إيه يا جماعة إنتوا هتبصتوا بإيه لما تشوفوا فيديو زي ده مفكرتوش اللحظة هو أنا ليه ارتكب جريمة زي اللي ارتكبتها الممرضة هي نشرت وما احترمتش حرمة الموت فأنتوا بتعملوا نفس الموضوع منه هايزين تروحوا تجري وتشوفوا كده وبس لا تعالوا اللوح على محرك البحث جوجل نفسه اللي أول ما تكتب عليه اسم نيرا أول حاجة بتطلع لك إيه نيرا أشرف من دخل المشرحة نيرا أشرف في المشرحة نيرا أشرف في المشرحة نيرا أشرف دخل المشرحة إيه ده إيه ده انتوا بتدوروا على إيه كده وبس لا تخش على يوتيوب تكتب نيرا أول ما تكتب نيرا نيرا أشرف في المشرحة نيرا أشرف في المشرحة إيه ده وبعد يبص مثلا حاجة برضو زي دي بنت اتوفت رحمة الله عليها وربنا يصبر أهلها وجريمة مفجعة إيه اللي بيدوروا على نيرا أشرف في الديسكو ايه ده ايه الناس دي يا جماعة ايه الناس دي بتفكرش زي ليه بتجري ورا حاجة زي كده ممكن حد من حضراتكم بقت يقول ايه انت ما دورتش على الفيديو الحقيقة لأ بس في لحظة ما احققها ان الحق يعني عشان الواحد يقوله الصراحة دورت بحكم شغلي طب لو ما كنتش بشتغل في مجال الاعلام والله في سماه ولا كنت هبص على الفيديو ولا هدور عليه وبالمناسبة انا مش شفته اشانا دورت يعني في نص دقيقة وما اهتمتش ان انا شوفه طب دورت ليه ما كنتش برضو عايز اشوف الفيديو كنت عايز افهم هو ايه اللي مكتوب تحت الناس كاتب ايه في التعليقات افهم محتوى عمل ازاي من اللي مكتوب انما اغجل من نفتح فيديو زي ده حفاظا على هذه الفتاة وعلى حرمة الموت وعلى قصتها اللي تأثرت ومموتها جالها انهيار ودخلت المستشفى الحالة دي كلها بصراحة عجيبة عجيبة وهي ليست حالة استثنائية سوشيال ميديا لما تيجي تحلل اللي بيحصل عليها هتلاقي الناس دايما بتميل انها هتجري على الفضائح هزيتكم من الشعر بيت هزيتكم من الشعر بيت لما تيجي تخشوا على يوتيوب وتكتبوا نيرا اشرف هتلاقوا كم من الناس انجاز وصفهم بناس يعني انهما بشر اللي هما في اعلى لا مش اعلى بقى ايه ممنحة تانية في اوطى درجات الانحطاط اللي عاملين فيديوهات حاطين اسم النارة اشرف في اي حاجة لمجرد البحث عن مشاهدات كتير فيجيبوا فلوس على سير البنت اتقتلت اتدبحت بالشكل البشع اللي احنا شفناه عجبا واسفا وشيء بشع الحية العقوبة ممكن تكون ايه هنبحث بقى في هذا الامر بالنسبة للنشر صورت الفيديو ونشرته ايه ممكن يكون العقوبة وفقا القانون ده هنتكلم على الشق القانوني في جولتنا الاخبارية